ثقافيا عقدت رئيسة مؤسسة التبادل الثقافي ماريان بايون بلا مؤتمرا صحفيا تناولت من خلال طرق محاربة العنف الممارس ضد الأطفال فعالية هذا المؤتمر جرت بالمعهد الفرنسي عباسة بكر مصطفى جمعية تبادل الثقافة كجاكوسي والتي تعني بذرة بلهجة السراكبة في جنوب البلاد عقد مؤتمرا صحفيا لعجل اخطار المواطنين لعرض ابتكار مسرهية في التاسع من هذا الشهر والتي تهكي عن نبذ العنف الموجهة ضد البنات والأطفال مؤسسة الجمعية مريم مايون بلا حثت النساء للمشاركة الفعالة في محاربة العنف ضد الأطفال والمرأة وتطوير قطاع المسرهي مضيفة بأن الجمعية جاءت نتيجة لمحاربة البطالة والعنف الممارس ضد المرأة بصفة عامة ونعيد إلى الأزهان بأن جمعية تبادل الثقافة كجاكوسي تم تعسيسها منذ عام 1994 وقد قامت بالعديد من الأنشطة الثقافية في داخل البلاد وفي بعض دول المجاورة